طيب نروح بقى مع حضراتكم دلوقتي لملف تاني اعتقد يهم كتير جدا من الاهلوية وخصوصا في الفترة الاخيرة مسألة التعاقدات اعلن النادي الاهلي تعاقده مع اللعب الجزائري احمد قدوسي حتى صيف 20-27 زي ما اعلن الاستاذ امير توفيق مدير التعاقدات بالنادي لمدة اربع سنوات ونصف العام وده بعد التنسيق الكامل طبعا مع كابتن محمود الخطيب تم الانتهاء من كافة الاجراءات الادالية والمالية مع نادي وفاق سطيف في اطار العلاقات التاريخية والمتميزة اللي بتربط ما بين الناديين الشقيقين كمان ادارة نادي وفاق سطيف اعلنت خبر الانتقال في بيان رسمي وقدمت الشكر للعب على كل ما قدمه للفريق وقالت من اتمناله كل التوفيق في مشواره الكروي ولما نروح بقى لارقام احمد قدوسي حنلاقي ان هو اهداف بطولة الدور الجزائري برصيد 8 اهداف شارك مع منتخب بلاده في بطولة المحليين ليقود منتخب محاربي الصحراء للوصول لدور النصف النهائي بشكل عام هو لعب 81 مباراة في الدور الجزائري خلال مشواره حتى الان وسجل 18 هدف وصنع 15 هدف وفي بطولة دوري الابطال شارك فيه 14 مباراة سجل من خلالهم هدفين فقط بالاضافة الى تمرير حاسمة اما في بطولة الكنفيدرالية فلعب قدوسي 8 مباريات سجل خلالهم هدف واحد وصنع تمريرتين حاسمتين كما لعب ايضا 3 مباريات في بطولة كأس الجزائر وسجل هدف وصنع هدف اخر فحنا نتكلم على لاعب واعد اكيد بطبيعة الحالة لما تم اختياره لينضم الى كتيبة النادي الاهلي بحنا نتكلم على لاعب اكيد متميز وان شاء الله يشكل اضافة الفترة الجاية بإذن الله هو مش فقط واعد بصراحة هو الافضل في مركزه افريقيا هو الافضل ده بالارقام وده لو حد عايز او دخل عمل سيرتش على قندوسي هتلاقي التاريخ بتاعه او هتلاقي السوفر فهو الافضل افريقيا في المركز بتاعه وهو كمان نستتحدث او يعني او تحدثت او هو كمان كان صرح ان هو طبعا جاي في فترة مهمة جدا جاي عشان يدعم صفوف كمان هنا منكلم النادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية وكمان فكرة قبل كاس العالم للاندية وعندك برضو دوري ابطال الافريقيا الاهلي لو احنا هنتكلم كان محتاج بعض الصفقات وكان محتاج تحديدا مهاجم قوي قولنا الكلام ده قبل كده كتير اشتركوا في القناة